اهلا بحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل وزي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم في المقدمة عن استراتيجية مصر المتبعة خلال الفترة الماضية في كل الملفات الإقليمية وهي أفعال لا أقوال وده كان واضح بالفعل فيها التحرك السريع لمصر فيها القضية الفلسطينية على أرض الواقع امبارح بتوجيهات برسايد الرئيس عبد الفتاح السيسي دخلت معدات وأطقم هندسية مصرية إلى قطاع غزة من معبر رفح البري وده لبدء عملية إعادة الأعمار وسرعة إعادة الحياة إلى طبيعتها مرة تانية تفاصيل أكتر هل نعيش مع الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد الطهري رئيس مجلة روزة اليوسف صباح الخير عليك أستاذ أحمد صباح الخير سلام بحضرت صباح خير يا أحمد طيب قبل ما نتكلم عن الموقف الأخير لمصر امبارح ووصول المعدات الهندسية إلى قطاع غزة خلنا نتكلم بشكل عام كده ماذا قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى القضية الفلسطينية لا هو الرئيس عبد الفتاح السيسي هو قدم للإقليم كله مش القضية الفلسطينية بس لأن بقرار الرئيس يوم 3-7-2013 القرار ده وإن كان استعاد مصر وأعاد مصر لنا مرة أخرى فهو في حد ذاته عاد مرة أخرى ما يمكن اعتباره وقف نزيف الفوضى في المنطقة بشكل عام وتغيير توازنات المنطقة وبالتالي وقتها كنا كتبنا قلنا مشير العرب وقتها قبل حتى ما السيد الرئيس يتولى المسؤولية في 2014 ليه؟ لأن الخليج العربي كان في خطر بالغ قبل 3-7-2013 منطقة المشرق العربي سواء الإعراق سوريا لبنان كانت مصرها مجهول القضية الفلسطينية كانت في طايل نسيان خش بعد كده على منطقة من الجوار المصري من ناحية الغرب سواء ليبيا أو تونس أو بعد كده كده هو أنقذ المنطقة بشكل عام مش القضية الفلسطينية فقط مشهد أمس هو يوم مشهود في تاريخ العالم العربي في تاريخ القضية الفلسطينية القضية الفلسطينية عمرها 73 سنة على مدار 73 سنة مصر لم تتأخر يوما عن فلسطين وستظل داعمة لفلسطين والشعب فلسطين إلى أن يحصلوا على حقوقه ولكن لم يحدث على مدار 73 سنة لا في عهد ملكية ولا في عهد جمهورية في أي بلد عربي من المشرق للمغرب أن تدخل المعدات بهذه القوة بهذا الشكل ودخل بعد غبار معركة علشان تبني وتعمر وبالتالي أنت يعني قدام حدث لا يتم التوصيق لي يعني مبارح دا هو يوم يتم التوصيق لي في تاريخ القضية الفلسطينية هيتقال أن في اليوم الفلاني مصر عملت كذا والصورة دي هتفضل والأطفال اللي شافوا الرجالة بتاع مصر ومعدات المصرية وهي دخل المشهد دا عمرهم ما ينسوه فأنت بتتكلم فيه رجل قعد سياغة منطقة بشكل كامل بمنتهى الحكمة وبمنتهى الهدوء سبع سنين بيبني في البلد بيزيد الكم الاستراتيجي للبلد مواجزة أن مصر في 2014 وقت ما الرئيس استلم لاتجاهات للستراتيجية أربعة محل تهديد فالنهار دا يبقوا محل نفوذ ومحورية دور فأنت بتتكلم على أداء مصري فعلا غير مسبوك وبالتالي حديث الرئيس في مارس الماضي أن احنا في شهر ستة هنبقى بندخل فعلا عصر الجمهورية التانية أو الجمهورية الجديدة هو مش حديث مجازي لا فعلا احنا قدام صفحة جديدة في التاريخ بمعطيات مختلفة تماما حتى التحركات الإقليمية لمصر اللي ممكن ما تبقاش يعني محسوسة بشكل مباشر لرجل الشارع أي مضقق في السياسة الخارجية أو في الشؤون العسكرية والاستراتيجية ينتبه لأن هذا البلد تعيد تشكيل منطقة بالكامل شوف مصر وتحركها في مثلا في منطقة القرن الإفريقي إزاي؟ شوف مصر وهي بتتحرك مع باكستان شوف مصر سنة 2013 بعد ثورة يونيو ويظن البعض أنه بإمكانه حصارها وبعد ثمان سنين على الثورة من كان يريد حصار مصر يتودد لمصر صحيح فأنت بتتكلم في تاريخ إحنا عشناه وتاريخ إحنا نفخر إن إحنا عشناه مش حاجة إحنا بنقراها في الكتب أو مش عارفين معطياتها وطبعاً ده ما جاش بالسهل ده جيب حاجم عمل يعني معدلاته كلمة غير مسبوقة قليلة إن هي توصفه الحركة معدل الحركة في كل نقطة في مصر معدل عفو معدل العمل في كل نقطة في مصر معدل غير طبيعي خلاص كمل الضخ الخبري لشغل في مصر بقى حتى استيعابه مش سهل خلاص يعني أنت في مثلا يعني في ممكن بلد كاملة يعني يبقى محورها الخبري مبادرة زي مبادرة حياة كريمة ما عندهاش حاجة تاني خلاص لأ أنت بتتكلم في حياة كريمة كل يوم عندنا موضوع جديد بتتكلم في حاجات كتيرة قوي فأنت بتتكلم لأن أقولك حاجة ما هو العنفوان المصري ده ما هو محصلة إيه؟ مجموعة من القوة الرئيس بيشتغل سبع سنين عليه وسبع سنين شقة هو فريق عمله سبع سنين شقة كويس وجزء رئيسي أيضا وده مهم فكرة المصداقية ما بين الرئيس والشارع يعني رجل الشارع يصدق رئيسه الظروف الاقتصادية وده مجاش من التراغ الظروف الاقتصادية ضغطت الناس ساحوات بتبقى متضايقة الكلام ده كله لكن هو بيصدقوا علشان كده دايما كان أي حتى أي لغة يحصل في الرأي العام أو كلام ده كله مجرد أن الرئيس يطلع يتكلم تلاقي الموضوع صفا كمانا هو يملك لغته مع الرأي العام بنشوف كمان يعني لو المواطن البسيط ما يدركش قوي فكرة التحركات الإقليمية وبمفهومها البعيد لكن عند القدار الفلسطينية كل الناس وقفت وكل الناس في الشارع بتسأل بعض هي مصر عملت وقف إطلاق النار في غزة يعني هنا الموضوع يعمل السنة من الدرجة الأولى إحساسنا بيهم يعني عالي جدا كل الناس في الشارع كانت سعيدة وفخورة إنه قدرنا نعمل ده هنا هم شافوا فين تكمن قوت مصر تشوفي رجل الشارع في مصر يمكن كان دايما عنده مسألة إن شواغل الأمن القومي فيما يجري من حواليه خلاص ده كان باب تفكير مقفول عنده لحد فترة الإخوان يعني فترة الإخوان لو كنت قابلتي أبسط رجل في مصر كان يكلمك عن خوفه على سينة كان يكلمك عن خوفه على اللي بيحصل على الحدود الغربية كان يكلمك عن خوفه على مسألة أخوانة المؤسسات كان يكلمك على كل المخاوف دي بعفوية تامة خلاص دي كان بداية باب إدراكه خلاص علشان كده مسألة إن الرئيس أنقذ مصر دي نقولها ونقولها بصوت عالي على فكرة ويستحق أن نقول له هذا ويستحق أن نسمن كثيرا ما فعله لمصر ويستحق أيضا يعني غير عظمة ثورة 30 يونيو اللي كل مصري يحمل بداخله لها ذكريات ذكرة ومعاني فخر هو نفسه إحساسه الذاتي بيها إنما القرار القرار نفسه يستحق أن يوثق قرار 3-7 في ناس انتظر لجموع الناس اللي كانت في الشارع والمسألة مش سهلة يعني كنا منتظرين طبع طبع المسألة مش سهلة ده مصير بلد كامل طب يا ترى الظروف المحيطة كانت بإيه بالقرار ده إنه نعرفين الحالة مثلا الداخلية أو عارفين جزء من الحالة الداخلية حالة الشارع احنا عارفين الشارع كان عايز الشارع كان عامل ازاي بس الوضع الأمني كان عامل ازاي الوضع الحدود كان عامل ازاي خلاص وضعنا الاقتصادي كان عامل ازاي مخزون السلع بتاعتنا كان يكفينا قد مين من المجتمع الدولي كان بيحاول يتدخل عشان يسني رسيس على هذا القرار أو يؤثر على القرار وحاجة تانية كمان مهمة يعني كان ممكن القرار ده يطلع في صورة بيان زي البيانات اللي صدرت عن قواتنا المسلحة اللي تفضل دايما سندنا وضهرنا ومن بتعزنا خلاص كان ممكن يصدر كبيان زي البيانات اللي صدرت وانا انما الرئيس انه هو يتصدر المشهد ويعلن البيان لا دي قصة دي قصة كبيرة لان القرار يفرق في حياة امة كاملة طبعا فتخال القرار زي ده استعاد مصر وقعد لها عنفوانها وغير خريطة المنطقة وغير توازنات دولية بالمناسبة لان هذه المنطقة كانت تعد لكي تكون حضيقة للإسلام السياسي لمدة مئة سنة وكان الشرق الاوسط يتم افراغه من سكانه على ابعاد طائفية حصل تهجير لاهلنا المسيحيين في العراء حصل تهجير لاهلنا المسيحيين في سوريا كان هناك اضطهاد لاهلنا المسيحيين في مصر هذا حدث وكان يحدث بتزامن ملفت لما تقرح حتى ما ذكر في ما يسمى به رسائل هيلاري كلينتون بعيدا حتى عن مضمون هذه رسائل تشوف التصنيف بتاع المناطق انه هما بيصنفوا مصر مع عدد من دول الجوار ككتلة من في فضاء الإسلام السياسي فده يعني ده يوريك قد إيه لا هي مش بس القضية مش بس قضيفنا ده منطقة كاملة عظيم منطقة كاملة ضايرت بعدين بمناسبة حتى المشهد بتاع البارح شوف جوجل زي اليومين دول السنة اللي فاتت والسنة اللي قبلها الناس اللي كانت بتقعد تتكلم عن تسريبات صفقة القرن خلاص ويقولوا ما تطلعوا تردوا ما تطلعوا تقولوا ده فيه تسريبات وكانت الصحافة الإسرائيلية تنشر تقارير مجهلة وحينها كان الرد المصري كان برضو أفعال يعني تلاقي مثلا الرئيس يستقبل مسؤول ويتبحث في القضايا الفلسطينية ثم يصدر بيان رئاسة الجمهورية بالموقف المصري السابت وتجد اللي يطلع ويقولك لا ردوا ده هتدد الفلسطينية حتى اللي موجودة في مصري هتدد لقطعة أرض مشافة أشياء من هذا اللغة طيب ده لا ده عملنا دلوقتي مدينة مصر جوه جوه فأين أنتم صحيح طيب حتى ما عملوش مراجعة لنفسهم طيب احنا كنا في لقاء سابق وكنت بتكلم معاك قلتلي بقولك أن مصر قدمت كتير للقضية الفلسطينية قلتلي ده لسه عندها كتير طبعا فإحنا شوفنا مبارح المشهد وعايزين نعرف منك إيه اللي بيمثل ردود الفعل لأهلينا في غاز مبارح هما بيستقبلوا هذه الأليات شوف أنت بتعمل عملية إعادة بناء للقضية الفلسطينية إعادة بناء مستوعب المتغيرات الدولية ومستوعب المتغيرات الإقليمية ومستوعب حقيقة كمان أيضا الحال الفلسطيني ليه لأن المواطن الفلسطيني النهار ده مش هو نفسه خلاص اللي كان في السبعينات وورا منظمة التحرير لأ طالوا ما طالوا وبالتالي تدخل مصر الانتشال الشعب الفلسطيني من الإحباط ده في حد ذاته هدف استراتيجي ونجاح مصرف ده ده نجاح كبير أن انت تنتشله من الأحباط أن انت تعيد للأمل فتضع الفصائل والسلطة الفلسطينية أمام مسؤوليتهم أنه لازم توحيد الصف لازم توحيد بالضبط لازم توحيد الصف الفلسطيني علشان تبني مصار عملية سياسية في الداخل وتعيد تاني مصار السلام مع الطرف الإسرائيلي هذه العملية تحتاج إلى إعادة بناء الكادر الفلسطيني الكادر الفلسطيني اللي هيدير شؤون الحياة في الداخل الفلسطيني والكادر التفاوضي صحيح لأن النخبة التفاوضية في فلسطين المرحلة العمرية أيضا تقدمت بشكل أو بآخر وبالتالي أنت محتاج أجيال تفاوضية أيضا جديدة فمصر عشي كيف يقولك لا مصر لسه عندها كتير وهتعمل كتير لأنها كبيرة الردود الأفعالي الدولية حول كل الأوضاع الإقليمية ودور مصر رائد دلوقت في المنطقة والمونير شايف ده ازاي وقع الأمر إن مصر وده مش تحليل دي معلومة كان المخطط إن تبقى مواجهة مستمرة لأسابيع وربما لأكثر وكان هناك بعض الأطراف الإقليمية من خارج الإقليم العربي يريد أن يجعل غزة ساحة لتصفية الصراعات والحسابات وربما أسس نتنياهو حساباته أيضا على هذا المنطق ودفع سمن ذلك مصر نزعت فتيل نزعت فتيل انفجار إقليم ليه لأن إذا ما نجح هذا المخطط تبتكلمي على فوضى شاملة في الأراضي المحتلة ده رقم واحد تبعتها هتنتقل للأردن تبعتها هتنتقل للبنان هذا الطرف اللي من خارج الإقليم العربي يوظف ده في تهديدات المستمرة الأمن أهلنا في دول الخليج فمعادلات كتيرة جدا كانت هتتغير لأن كان هيبقى فيه أزرع إقليمية أخرى كل ده بتشتغل على النار اللي طلع من الحرب في غزة ومصر كانت أريا المشهد ده من بدري فتدخلت من البداية مجتمع الدولي أدرك ذلك ثم لا تستغربي أبدا عملية الترحيب والاحترام للدور اللي قام به سيادة الرئيس ومؤسسات الدولة المصرية لأنها أنقذت منطقة ولم نقول أنها أنقذت منطقة فهي أيضا أنقذت مصالح متعددة للمجتمع الدولي لأن ما زال الشرق الأوسط يمثل الكثير من الأهمية الاستراتيجية للعالم النجاح المصري الآخر ليس فقط أن الولايات المتحدة تسمن دور مصر أو تشيد بدور مصر أو كذا لا لا لأن معروف أن مصر دولة محورية ومعروف أنها علاقاتها استراتيجية بلولايات المتحدة لكن النجاح مصر أنها غيرت أولويات أجندة الرئيس بايدن الخارجي من كان يتابع الحملة الانتخابية للرئيس بايدن وحتى لقاءات كبار المسؤولين في إدارته في الكونجرس قبل ما يستلموا كان كل الحديث أن الشرق الأوسط يعني منطقة بعيدة في أولويات هذه الإدارة وكمنتغل بالداخل الأمريكي وعنده أولويات أخرى في أسيا وعنده ترتباته وأنه يستعيد مرة أخرى العلاقة مع أوروبا وأن الناتو يبدأ يلعب دول الشرق الأوسط ما كانش في حساباته ونتنياهو اشتغل على فكرة أن الشرق الأوسط مش في حسابات الإدارة الأمريكية فسعى أيضا لتأسيس أمر واقع على وهم ما يسمى بصفقة القرن نجاح مصر بقى أن هي رجعت الشرق الأوسط تاني كأولوية وبالتالي لما جه وزير الخارجية الأمريكي للمنطقة أو الإدارة الأمريكية وجدتها فرصة لكي تعلن أننا موجودين في هذه المنطقة أنا نباشر الدول ده كان مردود وإيه كان مردود على تطور موقف أمريكي واضح في ملف السد النهضة لإيه لأن الولايات المتحدة وقت مفاوضات كنشاسة وده كان من الصدمة يعني خرج البيان بتاع الخارجية الأمريكية يساوي بين جميع الأطراف في فشل المفاوضات وكانا الولايات المتحدة تتعرف على الملف وما فيش حاجة اسمها تفاهمات واشنطن وما فيش الكلام ده كله ثم من مباحثات الرئيس سيسي وجو بايدن تلاقي أن الموقف تطوره وأن الولايات المتحدة تقول لأ احنا لا نسمح بتهديد الأمن المائي لمصر ثم الملف الخاص الملف الحقوقي الخاص بانتهاكات حقوق الإنسان في إقليم تجري مجلس الأمن عجز مرات أنه يتحرك فيه فتبدأ الولايات المتحدة تعيد النظر في الأمر وتحرك الملف بشكل أو بآخر كل هذا نجاح مصري مدروس وشوف أن أنت تتمنى دون عمل دي أحلام يقظ مصر واقعية جدا ورؤية رئيس السيسي سواء في لأن هما ما ينفصلوش بالمناسبة وانت لو مش ناجح داخليا مش هتعرف تتحرك خارجيا لو قرارك الوطني مش مستقل مش هتعرف تتحرك خارجيا وببساطة كلمتك مش تبقى مسموعة برا كمان مش هتبقى مسموعة خلاص تبقى مجرد يعني كلمة موزونة أو كلام بس مين يتبعك صحيح وبالتالي انت ملأ من حقنا ان احنا نفخر ونفخر بما بما جرى وأن نقول لهذا القائد بصدق أننا نقدر كل قطرة عرق بزلها لأجل هذا الوطن عزيم وهذا وحقه علينا طيب الفترة الجاية ايه المعوقات والتحديات اللي بتواجه مصر في القضايا الفلسطينية لا مش في القضايا الفلسطينية بس انت مع كل نجاح لك لازم التحديات هتبقى على قدر هذا النجاح يعني هي مفيش مسألة ان انت اكتست مرحلة فاكتست تحديات لا فيما يخص مصر أولا ان انت مطالب وانا بتكلم هنا كمواطن مصر وكصحفي بيتابع الشأن العام يعني ان انت مطالب ان انت يفضل الكام الاستراتيجي المصري ده في حالة زيادة وبالتالي استغرب كثيرا الحالات اللي بتطلع على السوشيال ميديا اللي بتحاول تدفع الرأي العام لاتخاذ القرارات بعينها فيما يخص سد النهضة مثلا كويسي القيادة السياسية تقدر الموقف وفق حسابات مؤسسية محددة ومصر عارفة تحقق اللي هي عايزها كويس قوي وتملك كل الخيارات فانت مطالب ان انت يفضل الكامل السراتيجي عندك في حالة زيادة تحافظ على معدل النمو عينك دايما تبقى منتبهة على الكتلة الوطنية للميت مليون النسيج الوطني لا يمس ان ما يحصلش تنميد تاني للمجتمع وان المجتمع يتقسم لفئات ده دول شباب ده دول عواجيز ده يتم استهداف للمرأة بين حين واخر وان موضوع المرأة بالنسبة البلد زي مصر مش وردة بتحطها في الجاكت فتقول انا بدي حقول للمرأة لأ لما تدرس بجرة في مصر تعرف ان المرأة المصرية كانت هي المحرك الاساسي لاستعادة مصر ايضا مرة اخرى في الشارع وبالتالي ان يبقى في استهداف للمرأة المصرية لازم كلين يبقى منتبهين لي ما نتعاملش معاه بالمنطق اللي هو الحقوقي سواء النسوي او وجهة النظر الشرعي لا خالص فمن انت تفضل محافظة على كتلتك كمجتمع دي اهم حاجة تخليك تكتاز التحديات لان ايه لان دي المعادلة اللي مصر عملتها في السبع سنين اللي فات قيادة قوية شعب مؤمن بهذه القيادة وبتحرقاتها كتلة متحدة مفيش حاجة اسمها مسلم مفيش حاجة اسمها مسيحي كلنا مصريين مفيش اي تنميط للمجتمع في عملية تحديث للكوادر البشرية في الدولة الشباب اتعاد عدسة الرؤية يعني تجاوزت مدان التحرير وبقت شايفة الشباب في مصر من اسكندرية لأسوان بداية من مؤتمرات الشباب وبعد كده طلعت الأكاديمية الوطنية للتدريب والتأهيل وبعدين خرج كمان تنسيقية شباب الأحزاب فانت بقى عندك الشباب في كل مفاصل العمل في دولاب الدولة بشكل أو باخر هذا فيما يخص وحتى مش بيشتغلوا في الداخل بس الأكاديمية الوطنية للتدريب كان لها دور حتى في يعني ما حدث في غزة وقدموا منح طبعا شوفي الأكاديمية الوطنية أنا يعني عندي دايما تقدير كده أن يعني هي النموذج في الأصل الفرنسي وتنسب ليه العهد الديجولي والجنرال ديجول لما أسس الجمهورية الفرنسية على معتقد الخمسة لما أسس الجمهورية الفرنسية لقى الجمهورية الراهنة جزء من بقاء هذه الجمهورية الأكاديمية الوطنية الفرنسية بالمناسبة ليه لأن دي مفرقة كوادر بتطلع على مشروع ثابت مستقر الرؤية ثابتة يتغير الأشخاص ولا يتغير الهدف ودي الجمهوريات غير القابلة للسقوط علشان كده دايما لما بحاول أعمل تأصيل للجمهورية الجديدة أو الجمهورية التانية أنها مش بس جمهورية حديثة أو جمهورية قوية هي جمهورية غير قابلة للسقوط أبدا طيب أخيرا 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 في غزة مبارح شكرا يا سيسي وتحية مصر لماذا تحمل هذه الهتفات من رسائل العالم شوف يعني هو مشهد يعبر عن نفسه يعني هذا الشعب أهلنا في فلسطين يعني يعانوا 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 كتير يعانوا من جرائم احتلال يعانوا من الانقسام يعانوا من تردي الأحوال يعانوا من الحصار وتنصلت إسرائيل من مسؤولياتها قصولت احتلال يا جماعة القطاع غزة ما زال محتل قطاع غزة مش مستقل في مسؤوليات عليه والترويج إن قطاع غزة ده مستقل ده كان بلغ الضرر للقضية نفسها يعني كسب منه أفراد خلاص يعني نحن دلوقتي مفروض في ظروف دلوقتي كورونا مثلا سلطة الاحتلال عليها مسؤوليات تجاه هذا القطاع لكن أيضا قبل ما نختم من الملفت إن المساعدات العربية للقطاع ليست على قدر المتوقع أنت بتتكلمي حتى في المساعدات الإنسانية اللي وسطت تقريبا 95% من المساعدات مصر مقدمها فدي برضو علامة استفهام وده جزء بسيط جدا يعني زي ما قلنا وبنقول دايما إن مصر قدمت ولسه عندها الكتير لكن مهم إن القضية دي تفضل هي القضية المركزية للعالم العربي بغض النظر عن السياسات الأحادية للدول العربية لأن كل دولة مستقلة وليها سيادة ومن حقها تشوف مصلحتها لعليا وفقه وجهة نظرها لكن تظل القضية الفلسطينية هي أطار الجامع قضية العرب للعرب نحن بنشكر حضرتك شكرا جزيلا شرفتان ونورتان وسيد زحم الطهري رئيس تحرير مجلية روزان يوسف شكرا لك شكرا يا فتا شكرا كده مشاهدينا خلصت حلقتنا مع حضرتكم النهاردة كنا معيكم على مدار ثلاث ساعات أنا ودينا وشازلي وبكرة حلقة جديدة من صباح الخير في نفس المعاد وربنا يصبوا حضرتكم بالصحة والعافية دايما